بسم الله الرحمن الرحيم كيف يمكننا إضافة سؤال إلى بنك الأسئلة لإضافته كواجب للطلاب والطالبات؟ نقوم بالدخول على المقررات والمصادر بنك الأسئلة نختار الفصل والوحدة والدرس إدارة الأسئلة نقوم بالنزول إلى الأسفل نقوم بإضافة سؤال جديد من هنا طبعاً نحدد الهدف في البداية فهناك أهداف محددة في الدرس مصدر السؤال المعلم مستوى الصعوبة مثلاً أريد أنا سؤال متوسط يمكن تعبئة بقية الخانات أو تركها نوع السؤال أريده اختيار من متعدد كتبت السؤال هنا أقوم بنسخه إلى هنا يمكن أن أنسقه بالتوسيط والتعريض هنا التغذية الراجعة التي تظهر في حال الإجابة الصحيحة أتيت بمعلومات إثرائية من محرك البحث جوجل وبنفس الطريقة أقوم بتنسيقها يمكن وضع صورة لتغذية الراجعة أو عدم وضع الصورة هنا نبدأ في وضع الإجابات مثلاً أريد أن أضع هنا الخيار الأول وهي طبعاً الإجابة الخاطئة والإجابة الصحيحة سأضعها هنا فأضلل هذا الخيار أي أن هنا الإجابة الصحيحة وقد تكون الإجابة عبارة عن صورة ولكني أحبذ تجنب الصور في بنك الأسئلة لأنها في بعض الأحيان لا تظهر للطلاب والطالبات يمكن إضافة خيار ثالث أو تركه فارغاً والآن نقوم بحفظ هذا السؤال طبعاً ظهر لي أنه يجب أن تكون ثلاث إجابات على الأقل في الإختيارات وواحدة منها صحيحة فأضع الخيار الثالث هنا والآن أنقر على الحفظ أقوم بتحديث الصفحة ظهر عندي السؤال الذي أضفته للتو أذهب الآن إلى الواجبات أدرج واجباً جديداً أختار طبعاً الخيارات المعتادة اسم الواجب أحدده وأختار أن يكون من بنك الأسئلة وهذا النطاق خاص بي أنا فقط التالي أضيف الآن السؤال فأجد السؤال الذي أضفته للتو إضافة أضيف درجة السؤال حفظ حفظ مرة أخرى أقوم بتحديث الصفحة أدرجت الآن واجباً يسمى الذاكرة أستطيع الآن رفع درس من خلال الجدول الدراسي ثم طبعاً سبق لي رفع هذا الدرس أستطيع الآن اختيار واجب هنا في الدرس أو في الجدول المدرسي وسيظهر لي الواجب الذي أضفته من قسم الواجبات أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر